بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس السبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ونحن في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقة سلفت في باب دخول مكة ووقفنا عند قوله عن السعي وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال رحمه الله تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة أي في السعي ذكر في هذا سنن السعي السنة الأولى أن يكون السعي متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر لأن السعي عبادة والعبادة إذا أديت مع الطهارة كان ذلك أكمل وأجمل وليست الطهارة واجبة في السعي فلو سعى وهو على غير طهارة على غير وضو أو كان في ثوبه نجاسة صح سعيه لكنه يكون ناقصا من جهة الثواب إذا كان يقدر على الطهارة فإن سعيه في غير طهارة يكون أنقص في الأجر والثواب ممن سعى بالطهارة وكذلك يستحب في السعي ستر العورة الستارة يعني ستر العورة فستر العورة في الطواف في السعي مستحباه فلو سعى وقد انكشف شيء من عورته فالسعي في حد ذاته صحيح لكنه يأثم على كشف شيء من العورة إذا كان يستطيع إذا كان يستطيع ذلك والموالات والثالثة الموالات وهي أن يكون كل شوطن يلي الذي قبله لا يكون بين الأشواط فاصلا لا يكون بين الأشواط فاصل زمني طويل أما إن كان الفاصل الزمني يسير فهذا لا يضر فلو أقيمت الصلاة وهو يسعى ثم صلى مع الجماعة ثم أكمل سعيه فهذا الفاصل لا يضر وأما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يكره لأنه لأن السعي يتطلب منه الموالات بين الأشواط بأن يكون كل واحد قبل بعد الذي يليه مباشرة مع الإمكان لكن لو فصل بين الأشواط بجلوس أو بخروج من المسعى ثم عاد وكمل فإن سعيه صحيح ويكون تاركا لسنة المهم أنه يكمل سبعة الأشواط وما حصل من الفصل بين الأشواط فإنه إن كان لعذر فلا يضر وإن كان لعذر فإنه ينقص ثوابه نعم إن كان لغير عذر إن كان لغير عذر نعم حسن الله قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل إن كان الذي فرغ من السعي متمتعا بالعمرة إلى الحج وليس معه هدي ساقه من الحل فإنه يقصر من رأسه ثم يتحلل من عمرته لأن مناسك العمرة قد تكاملت وهي الطواف والسعي والتقصير وحتى لو كان مفردا للحج أو قارنا بين الحج والعمرة وليس معه هدي لم يسق الهدي فإنه يستحب له أن 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 يفسخ أن يفسخ الحج إلى العمرة وأن يتحلل بالعمرة وينقلب إلى متمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه لما فرأ من السعي أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل من عمرته وأن يتحول إلى إلى متمتع وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحذلت معكم وجول جعلتها عمره فدل ذلك على أن الأفضل في حق القارن والمفرد إذا لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمره وأن يتحول من قران أو إفراد إلى تمتع لأن هذا هو أفضل الأنساك وأما المتمتع من الأصل فهذا معلوم أنه إذا أدى العمره فإنه يتحلل من إحرامه نعم قال وإلا حل إذا حج وإما إن كان معه هدي ساقه من الحل فإنه إذا طاف وسع لا يتحلل بل يبقى على إحرامه حتى إلى أن يحج يوم العيد لأن يرمي الجمرة ثم يذبح هديه ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم يتحلل لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا في من ساق الهدي نعم والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك قد تقدم أنها من سنن الإحرام وأنها شعار المحرم وأنه ينبغي أن يكثر منها وأن يرفع صوته بها ويستمر يلبي من إحرامه إلى أن يشرع في الطواف العمرة إذا كان متمتعا فإذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية لأنه حينئذ شرع في التحلل من الإحرام أما إن كان مفردا للحج أو قارنا بين الحج والعمرة فإنه يستمر في التلبية إلى يوم العيد إلى يوم العيد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب صفة الحج والعمرة نعم صفة الحج والعمرة معناه الكيفية الكيفية الشرعية لأداء الحج وأداء العمرة لأن هذا أمر لا بد منه أن يؤد الحج على ما شرعه الله ورسوله وأن تؤد العمرة على ما شرعه الله ورسوله لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أي تعلموا من أفعالي وأدائي للمناسك فأدوها كما أديتها لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ولأن الله جعله مبينا للناس ما نزل إليهم من ربهم نعم فهو القدوة عليه الصلاة والسلام فما فعله في حجه وعمرته فإن المسلم يقتدي به في ذلك ما كان واجبا فهو واجب وما كان مستحبا فإنه يفعله مستحبا كما يأتي تفصيل ذلك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها نعم يستحب للمحلين بمكة الذين تحللوا من العمرة كما سبق الذين تحللوا من العمرة كما سبق وبقوا ينتظرون الحج استحبوا لهم أن يحرموا بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن منذ الحجة سمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء للحج وهو اليوم الثامن منذ الحجة ويحرمون في الصباح قبل زوال الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحلين أن يحرموا بالحج في صباح اليوم الثامن منذ الحجة هذا هو السنة ولو أخر الإحرام عن اليوم الثامن أو أخره عن أول اليوم الثامن وأحرم بعد الزوال جاز ذلك والسنة أيضاً أن يحرموا من مكانهم الذي هم نازلون فيه فالمحل من العمرة إذا نزل منزلاً في مكة ينتظر فيه الحج فإذا جاء يوم التروية فإنه يحرم من منزله ثم يذهب إلى ميناء ولا يذهب يحرم ميناء المسجد الحرام أو من تحت الميزاب كما يقوله بعض الجهال وإنما يحرموا من منزله الذي هو نازل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين معه كانوا متحللين أمرهم أن يحرموا بالحج من منزلهم في الأبطح ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام وأن يحرموا من عند الكعبة وأيضاً لم يأمرهم إذا أحرموا أن يذهبوا إلى البيت ويطوفوا به فهذا غير مشروع وإنما يحرمون ويذهبون إلى ميناء نعم فأبكم الله قال ويجزئ من بقية الحرام ولو أحرم من غير منزله من بقية الحرام أجزأ ذلك لكن الأفضل أن يحرم من منزله نعم ويبيت ويبيت بميناء فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة ويبيت بميناء يعني إذا أحرموا في اليوم الثامن قبل الزوال يذهبون إلى ميناء ويقيمون فيها ذلك اليوم الذي هو اليوم الثامن ويبيتون فيها ليلة التاسع التي هي ليلة يوم عرفة فيصلون فيها الصلوات الخمس قصراً بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإذا طلعت الشمس فالنزول بميناء في اليوم الثامن والمبيت بها سنتان من سنن الحج فلو لم يذهب إلى ميناء وذهب إلى عرفات صح ذلك لكن يكون تاركاً لسنة وكذلك لو لم يحرم في يوم التروية ولم يحرم إلا يوم عرفة صح ذلك لكن يكون تاركاً لسنة نعم فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة إذا طلعت الشمس سار الحجاج إلى عرفة سواء كانوا في ميناء كما هو السنة أو كانوا في غير ميناء فيسير الجميع إلى عرفة إلى مكان الوقوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سار من ميناء في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل وعرفة هي مكان الوقوف فلا يصح الوقوف في غير عرفة وكانوا في الجاهلية كانوا يقفون في المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة ويقولون نحن سكان الحرم فلا نخرج إلى الحل أغيروا مناسك الحج فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مناسك الحج على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمضى إلى عرفة ولم ينزل في مزدلفة نعم قال وعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة عرفة كل ساحاتها وما كان داخل حدودها فإنه كله مكان للوقوف وقد علمت الآن بعلامات واضحة من جميع الجهات فليكن الحاج داخل علامات الحدود ولا يقف خارج الحدود وليس لبعض مواطنها مزية على البعض الآخر قوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف فكلها محل وقوف وكلها يتأدى بالوقوف فيه ركن يوم عرفة الأعظم الركن الأعظم للحج فلا يكلف الإنسان نفسه ويذهب إلى مكان معين من عرفة ويقول لا أقف الله في هذا المكان حتى موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه عند الصخرات وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبل وقف هناك لا يتعين عن الإنسان أن يذهب إليه بل ينزل في أي مكان من عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف فالدين يسر ولله الحمد وليس من شرط الوقوف بعرفة أنه يرى الجبل جبل الرحمة أو يشاهد جبل الرحمة كما يقولون أو يذهب إليه أو يصعد إليه كل هذا لا دليل عليه وليس هو من العبادة بل هو من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان وقد يكون من البدع إذا اعتقد أنه يجب الذهاب إلى الجبل أو مشاهدة الجبل أو الصعود على الجبل هذا يكون من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان بل إذا اعتقد في الجبل أن فيه بركة أو أنه يصلى فيه أو يصلى إليه كما يفعل الجهال أو تمسح بصخرات الجبل أو تمسح بالعمود الذي فوق الجبل كل هذا من وسائل الشرك وإذا اعتقد أن هذا الجبل أو هذا العمود أنه ينفعه أو يضره فهذا شرك أكبر يفضل حجه نسأل الله العافية إلا بطن عرنة وهو بطن الوادي الذي فيه المسجد الذي هو مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر قد صلى في بطن وادي عرنة فهذا ليس من عرفة هذا هذا إنما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم مع القصر للصلاتين ثم خطب عليه الصلاة والسلام خطب أولا على راحلته ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم ذهب إلى عرفة ودخل في عرفة ولم يبقى في هذا المكان لأنه ليس من عرفة ولهذا قال وارفعوا عن بطن عرنة وهو بطن الوادي المعروف والذي فيه المسجد الذي يصلى فيه صلاة الظهر والعصر الذي يسمى مسجد نمرة هذا ليس هو في عرفة فلا يقف الإنسان في المسجد ويقولون إن مؤخرة المسجد هذه ليست من عرفة إنها من عرفة مؤخرة المسجد من عرفة لأنها خارج الوادي أما مقدمة المسجد فإنها من عرنة فلا يصح الوقوف فيها وقد وضعت علامات والحمد لله علامات بارزة تبين حدود عرفة والمكان الذي يصح الوقوف فيه والمكان الذي لا يصح بالوقوف فيه حتى في داخل هذا المسجد حتى في داخل المسجد وضعت علامات تبين ما كان من عرفة فيه وما كان خارج عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نزل في نمرة أول النهار ثم رحل منها وخطب وصلى في بطن عرنة ثم رحل منها ووقف بعرفاه نعم أحسن الله إليكم قال وسن أن يجمع بين الظهر والعصر يسن أن يجمع بين الظهر والعصر إذا دخل وقت الظهر إذا دخل وقت الظهر فإنه يجمع بينهما جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين من أجل أن يتفرق للوقوف والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويقف راكبا يسن أن يقف راكبا على دابته أو على سيارته وإن وقف جالسا يعني إن جلس أو نام في عرفة فإنه يجزئه ذلك ولكن كونه يكون راكبا وقت الوقوف ويدعو وهو راكب هذا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا يدعو ربه عز وجل نعم ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة هذا الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يتعين هذا لا سيما إذا كان فيه مشقة على الحجاج أنهم يذهبون في حر الصيف حر الرمضة والعطش والخطر ويذهبون من أجل أن يقفوا عند الصخرات وجبل الرحمة فإن هذا غير مشروع لما فيه من التكلف لكن لو تيسر له ذلك من غير كلفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة في الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لكن بدون تكلف وبدون مشقة نعم قال ويكثر من الدعاء بما ورد يكثر في حالة وقوفه في عرفة من الدعاء لأنه يوم دعاء قد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء غدير ويدعو بما تيسر له من الأدعية المشروعة الموافقة لما في الكتاب والسنة ولا يدعو بأدعية مبتدعة أو يتوسل بالمخلوقين أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك كما يفعله المبتدعة وإنما يدعو دعاء مشروعا يقتدي فيه بما في الكتاب والسنة يدعو بالأدعية الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة أو بما تيسر مما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة لا في الأدعية المحرمة الشركية ولا في الأدعية المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان نعم أحسن الله إليكم قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا هذا بيان لوقت الوقوف لما انتهى من مكان من بيان مكان الوقوف أراد أن يبين وقت الوقوف الوقوف يبدأ عند الإمام أحمد رحمه الله من فجر يوم من فجر يوم عرفة وعند الجمهور ورواية عن أحمد يبدأ الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة وهذا هو الصحيح أنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول يبدأ من من فجر يوم عرفة واستدل لذلك بحديث عروة بن مضرس الطائي لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه لأنه لا يعرف عرفة وأنه أتعب نفسه وأكلل راحلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا وكان في المزدلفة من أدرك صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل أدرك عرفة ليلا أو نهارا صح حجه وقضى تفذه فقوله أدرك عرفة ليلا أو نهارا هذا يشمل من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر لأن عرفة يوم وليلة يوم التاسع وليلة العاشر ويوم التاسع يبدأ متى من طلوع الفجر يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وليلة العاشر تبدأ يعني يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس وليلة العاشر تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر كل هذا وقت للوقوف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وأدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا فقوله نهارا يشمل جميع النهار من أوله من أوله هذا وجه حجة الإمام أحمد الجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا لما زالت الشمس إلا بعد الزوال فكونه انتظر إلى أن زالت الشمس ثم ذهب وصلى في عرنة خطب وصلى في عرنة ثم دخل في عرفة وهو يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هذا يدل على أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة لا بطلوع الفجر وهذا أصح لأنه هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم أما نهاية الوقوف فهي بطلوع الفجر ليلة النحر وهذا بالإجماع لم يختلفوا في نهاية الوقوف أنه بطلوع الفجر ليلة النحر وإنما اختلفوا في بداية الوقوف هل هي من فجر يوم عرفة أو من ظهر يوم عرفة قال صح حجه وإلا فلا وهو أهل لذلك يعني هو محرم هو محرم بالحج أما إن كان غير محرم وقت وجوده في عرفة وهو غير محرم وإنما أحرم بعد ما خرج من عرفة فإنه فاته ولم يرجع إليها في وقت الوقوف فإنه فاته الوقوف بعرفة صح حجه يعني أهل له يعني بأن يكون مسلما وأن يكون محرما نعم صح حجه وإلا فلا إلا إن فاته الوقت لم يحصل في عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر فإنه يكون فاته الحج فمن فاته الوقوف فاته الحج في هذه السنة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم مستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في أندسة الصوت عبدالله عليه في الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته